كأن العمليات العسكرية لم تنتهي بعد وهو ما أكدته الحكومة سابقاً في أكثر من مناسبة وكأن الدمار الذي خلفته ليس بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعمار هكذا جاءت موازنة العام 2019 في العراق مخصصة جزءاً كبيراً من نفقاتها لوزارتي الدفاع والداخلية فضلاً عن مخصصات كبيرة أفردت لميزانية ميليشيات الحشد بعد اعتمادها رسمياً كمؤسسة تابعة للحكومة اللجنة المالية النيابية وصفت موازنة العام 2019 بأنها موازنة حملت وجهاً حربياً وغلبت نفقات المؤسسات الأمنية والعسكرية على نفقات الخدمات أما إعمار المدن فلا شيء يذكر فمخصصات محافظات الأنبار ونينة ووديالة وصلاح الدين والتأميم كلها مجتمعة أقل بكثير مما خصصة لميليشيات الحشد وعلى العكس تماماً فقد زيدت مرتبات أفراد هذه العصابات بواقع 24% في الموازنة الجديدة رغم انتفاء الحاجة المفترضة لهؤلاء المسلحين البالغ عددهم 122 ألف عنصر بون شاسع بين القليل المخصص للبيت المدمر والكثير المستمر لمن قام بتدمير هذا البيت الوجه الحربي ليس العلة الوحيدة في الموازنة الجديدة فثمت علل كثيرة أحصت اللجنة المالية منها 47 وقدمتها إلى الحكومة من أجل تعديلها وبعد 25 يوماً جاء الرد الحكومي بتعديل 9 فقط ورفض البقية وزيادة في إنهاك العراق بالديون الخارجية لجأت الحكومة إلى الاقتراض من 21 جهة خارجية لإتمام كلفة الموازنة ومع ذلك كله بلغ عجزها 27 تريليون دينار شوائب وتناقضات كثيرة تحيط بالموازنة الجديدة تطرح حولها كثير من التساؤلات أين ذهبت مقدرات البلاد ليضطر العراق إلى الاقتراض الخارجي وما معنى وصف العمليات العسكرية بحرب التحرير إذا كانت المناطق المدمرة وساكنوها في غياه بالإهمال المتعمت وهذا ما لم يفعله حتى المحتلون في البلاد المستعمرة